ما نعتقد فيه شخص يحب أو ما يحب الساعات ما يعرف الديتوني من أكثر وأشهر الساعات طلباً مو بس من روليكس لكن بكل عالم الساعات الساعة عمرها اليوم أكثر من خمسين سنة أول ساعات سواها روليكس بتعقيدة الكرونغراف كانت في سنة 1955 وما كان ينكتب على الميناء كلمة ديتوني اللي عقبها بشم سنة ضافوا كلمة كوزموغراف واللي هي باليونانية تعني متابعة الوقت وبعدها بجم سنة أكتبوا الديتوني من أول تصنيع للساعة وما كانت ناجحة روليكس بداية هم ركزوا على ساعات عملية ساعات غوص وساعات يومية ضد الماء لمن قرور يدخلون بعالم الكرونغراف كان فيه شركات تسبقهم وأثبتوا جدارتهم مثل زينث وأوميغا لكن هذا كله تغير الساعة اللي معاننا اليوم إذا تروح أي بوتيك بالعالم عليها انتظار على الأقل ثلاث سنوات وهذا إذا رضوا يخذوا نسمك سجلونا على قائمة الانتظار نزل ليش كل هذا الطلب العالي عليها وشلون أصلا نستخدم تعقيد اللي فيها أولا ما حتختلف إن الساعة جميلة جدا من أفضل الساعات على الإيد والبعض يعتقد النتاج كافي خلونا نسولف شوي عن ساعة بلون الساعة توفر بثلاث معادن الستيل للذهب والبلاتين لي معانا ستيل بطوق مصنوع من السراميك وهذا شي يديد على الديتونة المصنوعة من الستيل قبل يستعملون الستيل للطوق لكن السراميك منتاز للخدوش ويعطي شكل أحلى حجم الساعة 40 مليمتر مصنوع من الستيل خاص برولكس باسم أويستر ستيل محرك الساعة كاليبر 4130 لكن الأسف ما نقدر نشوف شي منه ليش رولكس؟ المهم مكينة ساعة أوتوماتيك وجدا عملية للاستخدام اليومي مثل ما احنا متعودين من رولكس احتياطي الطاقة 70 ساعة الهيرسبرينج مصنوع من مادة تسمى باراكروم تتميز مقاومة الاهتزازات واختلاف درجات الحرارة والمغناطيس أخيرا واللي ودنا نسؤلف فيه أساس ساعة هو الكرونغراف مثل ما تشوفون الساعة فيه تعقيدة الكرونغراف زر التشغيل فوق والإلقاف تحت مع قفل خاص بالبوشر عشان ما نضغط بالقلط الكرونغراف باختصار أداة لقياس الوقت يتم تحديده من قبل المستخدم ستوب واتش كلنا نعرف لستوب واتش بالضغط على البوشر الفوق يبتدي الكرونغراف تشوفون عقرب الثواني الكبير يبتدي عقبها يتسجل الوقت بالسبدايز للدقائق وعقبها للساعات أنزل ليش الديتونة مرتبطة في عالم السيارات واسمها نسبة لحلبة ديتونة بأمريكا بسبب التاكيميتر الموجود على الطوق باستخدام التاكيميتر تقدرون تعرفون متوسط سرعة السيارة بقطع مسافة محددة مثلا إذا بتعرفون سرعة السيارة بقطع كيلو نبتدي الكرونغراف مع بداية سباق وأول ما توصل لنقطة النهاية الوقفة نقرأ الرقم اللي عند أقرب الثواني هذا راح يكون سرعة السيارة في قطع الكيلو اقطعت المسافة بـ 25 ثانية معناتها كانت سرعتها تقريبا 150 كيلو بالساعة هذا بختصار طريقة استخدام التاكيميتر في ساعات الكرونغراف شرايكم بالديتونة؟ تعتقدون تستحق هذا الحب والطلب العالي؟ شاركونا رايكم بالتعليقات ولا تنسون التسجيل بالقناة وألف شكر كالعادة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة